بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بقى في الجزء التاني من منهج الرياضة المالية وهي الفائدة المركبة قبل ما ابدأ واخدش في المادة لازم اعرف ايه هو اساس المادة وبما ان طبعا انا مش هيبقى مطالب ان انت تثبت القوانين لازم افاهمك الفرق كويس بين الفائدة المركبة والفائدة البسيطة فلو جينا في شريحة جديدة كده افكرك بحاجة ان الفائدة البسيطة دي بتختص بالمعاملات المالية قصرة الاجل انا حضرتك لو حطيت 1000 ريال في البنك بمعدل 10% لمدة سنة هيديني فايدة دي الفايدة ايه هتديني الفايدة كم؟ 100 ريال طب لو حطيت نفس ال 1000 ريال دي في البنك في الفايدة البسيطة لمدة سنتين هتديني 200 ريال يعني بيحسب لي الفايدة على الاصل اللي هو ال 1000 دي البسيطة اللي احنا درسناها وشرحنا في فيديو ديها لو حطيتها خامس سنة ال 1000 ريال دي برضو هو بيتعامل العشرة في المائة دي من من الايه من ال 1000 ريال لا دي البسيطة اما المركبة بقى ولي اسمها مركبة مركبة دي يعني شغل قصير الاجل اما المركبة شغل طويل الاجل ومركبة لان المبالغ بتزيد بشكل مهول في خلال المعاملات ازاي هنعرف دلوقتي فلو ديتك مسألة في المركبة مثلا قلت لك ايه شخص اودع 1000 ريال بمعدل عشر في المية مركب سنويا يبقى بتعامل مع البنكة كل سنة لمدة مثلا نقول ايه تلت سنوات هنا مفيش بقى مشاكل الان اللي هي بتاعة الشهر واليوم بتاعة هنا الفترة ليست سنوات ولا ايام المدة اللي هي 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 فترات يعني التلت سنوات دول ابص للمعدل المعدل ده سنوي يبقى انا عندي تلت فترات يبقى بتعامل تلت مرات مع البنك بعد كده هنتكلم بقى المعدل ده ممكن يعمل فينا ايه ممكن يبقى نص سنوي ولا ربع سنوي احنا مهم اللقتي خلينا نشوف ازاي نحسب فايدة الرجل ده ما نقدرش نحسبها بقى زي البسيطة كده مرة واحدة اكتب في سنتين في تلاتة يبقى كده تبقى بسيطة لا المركبة بيعمل ايه بقى وليه اسمها مركبة بيروح جايب فايدة اول سنة دي اسمها اي وان دي فايدة فايدة السنة الاولى فقط لان انا هقسم الثلاث سنوات الى ثلاث فترات لان انا بتعامل مع البنك سنويا يبقى فترة 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 نفس الكلام مبلغ في معدل اللي هو عشرة في المية ثو هكتب بقى في واحد واحد يعني السنة الاولى خلاص هتديني مئة ريال طب دي فايدة السنة الاولى اروح جايب ايه بقى اس وان اللي هي جملة السنة الاولى جملة يعني ايه الراجل ده في الاخر لو جايس حب فلوسه جملة السنة الاولى هيعمل ايه هيروح واخد الالف اللي هو حطها زائد المية تدي له الف ومية الف ومية دي بقى تبقى الايه بتاعت السنة التانية يعني تبقى رأس مال السنة التانية عشان كده اسمها مركبة بيركب رأس المال في الفترة الاولى اللي هو ده على الفايدة ويبتدي يحسب له الفوائد على الالف ومية وليس على الالف مش زي البسيطة بيحسب كله على الالف مهما كانت المدة لا هنا ايه هيروح جاي بقى نجيب بقى اي تو اي تو يعني خلاص بقى مش لازم اكتب بالعربي فائدة السنة التانية مش هكتب الف بقى ده الرأس مالي بقى في البنك الف ومية نضربه في عشرة على مية برضو في واحد واحد تعلي السنة التانية لاني بتعامل مع كل سنة كفترة هتديني دي مية وعشرة ريال اروح جاي بجملة السنة التانية يعني الراجل ده لو حاب يسحب فلوسه هيبقى الف ومية زائد مية وعشرة هتديني ايه الف امتين وعشرة الف امتين وعشرة دي بقى رصيدي في نهاية السنة التانية ويبدأ بيه البنك اكيد انا اوضعتنه النهاردة الف امتين وعشرة في البنك يروح هسيب لي بقى فائدة السنة التالتة اللي هي امسك الف امتين وعشرة اضربها في عشرة على مية في برضو واحد اللي هي السنة التالتة تديني واحد وعشرين ريال. يبقى جملة السنة التالتة هو احنا هنا بنهتم بالجملة مش بالفايدة لان الجملة لانها مبالغ طويلة الاجل. يبقى الجملة اقول الف امتين وعشرة زائد مية واحد وعشرين هاديني الف تلتمية واحد وتلاتين. ينهر ابيض يعني انا لو راجل ده حط الفلوس عشر سنين. ها قعد اعمل كده اه عشرين سنة اه اكيد بقى في قانون يلمي للدنيا. فبيقول لك انت في الفايدة المركبة ما تقعدش تحسب جزء جزء جدا لان طبعا الموضوع يبقى صعب جدا لان الفايدة المركبة ممكن توصل لعشرين سنة وتلاتين سنة وهكذا. طيب يبقى القانون اللي انا هاهتم بيه في الفايدة المركبة. ازاي احسب الجملة? هيساوي المبلغ في واحد زائد المعدل الكل قس ان. قس ان دي جات منين? من القانون اللي انا كنت اعمل اكتبه. من اللي انا اعمل اكتبه ده ده ليه اثبات رياضي. بس طبعا انا انت غير مطالب لانك مش متخصص يعني اه في في كسة المالية ككرياضيات يعني انت غير مطالب انك تعرف الاثبات. ولكن الاثبات لو انا كتبت لك بدل الارقام دي رموز يعني كله مرة اكتب لك اي وان اي تو اي ثري اي وان اي تو. وعملت كده جمع للحدود هوصل لهذا الحد العام اللي هو اللي هو جملة المبالغ بفايدة مركبة. مفيش ان في الفايدة المركبة مفيش فترة او ان مدة يعني موجودة على الارض كله فوق في القس. لانها اسمها مركبة. والقس ده جيب من شغل رياضي بحت انا مش عايز اشغلك به لانك غير مطالب. لك انا عايزك تفهم الفكرة ان هو دايما بيركب لي رأس المال على الفايدة ويأكد ان انا بقى حطيت الالف ومية دول من اول وجديد السنة الجاي. عشان كده فيه ودائع اسمها ودائع بفايدة مركبة. تحط مبلغ في البنك مثلا لمدة عشرين سنة يزيد جدا بعد عشرين سنة. ودي الفكرة العامة بتاعت الفايدة المركبة. وان شاء الله في الفيديوهات القادمة نبدأ نشوف ازاي بنحل على الفايدة المركبة. وهي اسهل بكتير جدا من البسيطة لان اسلوبها سهل وبسيط. ومش عشان اسمها مركبة تبقى اصعب. يعني بالعكس هي سهلة جدا. وهنشوف ازاي بنتعامل معها ان شاء الله في المرات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.